دكتور مدبولي انتهجت في اخر فترة برضو زيادة الاجور لكل العاملين سواء في القطاع الحكومي او حتى القطاع الخاص كنا بنشجع على موضوع الزيادة ولكن صاحب والاول مرة ده بيحصل ان زيادة الاجور الدولة الاول مرة معاه استطاعت كبح جماح التضخم وديه النقطة المهمة جدا اللي لازم ناخد بنا منها احنا في 2011 بعد 2011 وكان هناك مطالب فئوية في هذا الوقت ارفعونا الاجور وزيدنا في الاجور عشان بس حضراتكم نبقى عارفين قبل 2011 كان قيمة الاجور اللي بتحصل في الدولة كلها 80 مليار احنا هذا العام 334 مليار حصل طفرة كبيرة نتيجة للمطالب المواطنين وده كان يعني ليهم كل الحق بعد 2011 عايزين ان احنا نزود عايزين نحسن دخولنا ارتفع بصورة كبيرة جدا لكن المشكلة ان نتيجة لان الظروف الاقتصادية في نفس الوقت وما كانش فيه هناك انتاج حقيقي بيحصل التضخم ارتفع معاه فكل كل الزيادات اللي كانت بتحصل لكن لأول مرة النهاردة ان بيحصل زيادة في الاجور وبيقابلها في نفس الوقت انخفاض التضخم فبدأ المواطن يحس بجد ان عنده تحسن حقيقي في دخله لأول مرة من النهاردة